موسيقى مشاهدي قناة الأخبار المغربية امفنت كاتهلا بكم في الاقتصادية أكد وزير صناعة والتجارة رياض مزورة الأربعاء بدار البيضاء أن منتدى الأعمال بين المغرب وجمهورية الرأس الأخضر يفتح وافقا لاستكشاف فرص الاستثمار السيد مزور أبرز خلال مائدة مستدرة في إطار منتدى الأعمال للمغرب جمهورية الرأس الأخضر أن هذا المنتدى يعتبر فرصة مهمة لخلق دينامية جديدة من التبادلات الثنائية وتقييم فرص التعاون ويعكس الرغبة المشتركة للدولتين في التعاون من أجل تنمية أو من أجل التنمية وتعزيز روابط الثنائية هذا وأضاف الوزير أن المغرب انخرط بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة في مصار تنموي من خلال تشجيع الابتكار في العديد من المجالات من بينها الكهرباء والطاقة مؤكدا على الدعم الكامل الذي تقدمه المملكة لمختلف المبادرات الاقتصادية التي يقودها الرأس الأخضر قدمت المديرية العامة للأرصاد الجوية تقريرها السنوي حول حالة المناخب المغرب الخاص بسنة 2022 وذلك بحضور وزير التجهيز والماء نزار باركة وأوضح السيد باركة أنه في إطار التحديات والرهانات المستقبلية المرتبطة بالتغيرات المناخية تواصل المديرية العامة للأرصاد الجوية جهودها لتنفيذ استراتيجيتها لجعل المغرب في كامل جاهزيته للحد من الأخطار الطبيعية من خلال تحصين معرفة وتوقع المخاطر الجوية والمناخية كما تعمل على تطوير خدمات تعتمد على الابتكار والتنافسية من أجل اتخاذ القرار بالإضافة إلى الرفع من مستوى الحكامة والنجاعة وتعزيز رأس المال البشري أصدر الاتحاد العام لمقاولات المغرب دليلاً رقمياً وديدكتيكياً موجهاً للمقاولات المغربية حول إزالة الكربون وذلك بدعم من البنك الأوروبي للاستثمار عبر فرعه الجديد المخصص للتنمية وجاء في بلاغ مشترك صادر عن البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي التجارة والتنفسية الذي يتوره بنك الاستثمار الأوروبي بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي البلاغ أوضح أن هذا الدعم يندرج في إطار أهداف اتفاقية الشراكة الخضراء المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مضيفاً أن هذه الشراكة تمثل تجسيداً ملموساً لالتزام كل من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار إلى جانب المغرب تجاه دعم المقاولات في مسار التحول الأخضر ارتفع تسعار الذهب اليوم مدعومة بضعف الدولار والمخاوف الاقتصادية فيما يسعى المستثمرون وراء مزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الاتحادي هذا وصعد الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.2% إلى 2032 دولار للأوقية فاصل 58 بينما زادت العقود الأمريكية الأجلة للذهب أيضاً بـ 0.2% إلى 2041 دولار فاصل 80 هذا وتراجع مؤشر الدولار بـ 0.1% مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية في متناول المشترين في الخارج نهاية النشر الاقتصادي لليوم مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعة في عمال الله موسيقى